أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن افتتاح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير وإضافته للزيارة الافتتاح يبدأ في شهر ديسمبر في إطار التشغيل التجريبي يعتبر الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير هو الأول من نوعه في العالم يضم ما يقرب من 65 قطعة أثرية أبرزها تمثال الملك خفرة وحاتش بسوت ورمسس الثاني ومن حطب الثالث ويحكي عن الملكية في مصر القديمة وأماكن العبادة القديمة وذلك من خلال عرض من التوابط المميزة الحقيقة المتحف حلو قوي التنظيم حلو قوي الانلاين كيو أركود كان جميل جدا وسهل علينا كتير الشو حلو قوي وممتع ومستنى إن شاء الله فتح الرسمي بإذن الله إن شاء الله نيجي تاني بجد القطع اللي كانت معروضة في الدرج العظيم بجد حلوة جدا وقيمة ويعني تخلي الواحد يفتخر إنه هو مصري يعني والعرض بتاعته تعنخة ممكن بجد حلو جدا والتكنولوجي اللي مستعملة فيها بجد حلوة وحسست إن الواحد إنه هو جوال نفسه يعني يمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترا ويرتفع 24 مترا عرضه 85 متر في الأسفل و17 مترا في الأعلى فهو بمثابة طريق صاعد ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء لتمهيد بناء معابدهم وأهراماتهم المتحف عجبني جدا هو بيعبر عن الحضارة بتاعتنا بشكل ممتاز وأنا كنت متخيل إن أنا لقيب الجمال ده صراحة أنا كنت متحمس قوي من ساعة الحفل بتاع المميوات إن أنا أجي وزور المتحف المتحف حلوة قوي وكبير وفي حاجة كتيرة وإن شاء الله لما الحياة كلها تفتح هيبقى لذيذ قوي وإحنا زرنا الإكسبيشن اللي كان بيحصل هنا وبجد الإكسبيرينس كانت حلوة قوي كنا حاسين نحن جوى العصر ده وفي إطار التشغيل التجريبي للمتحف يستقبل الدرج العظيم الزائرين ليحكي عن عظمة الأجداد وما سطره من أمجاد ولتستعيد الأذهان حضارة مصر العريقة وما تحقق من إنجازات في الماضي والحاضر والمستقبل أحمد الحسيني التلفزيون المصري